من المرات القليلة بنشلحك فيها كرافات على التليفزيون لو رايش عقلي بفضلكم بالسورفيت ما أكل للوقت ما كنت أكثر اعتدالاً منه بذلك الفترة أو لا؟ بشي جميل 55 ما كان يسمع عم طولتو شاحداً كانو إنو تعمل مقاومة بس تعمل ثورة وجهت له نصيحه صح وقت شو كانت هنصيحة؟ بس هو يلي خلاني ندخل عها قصة الكبار هو اللي يكفه شرن عنه بعتبر إنو نص ميشيل عون كان للقضية وبطل؟ بلا ما نفضل في التفاصيل الدقيقة ليش؟ لحلك ليه؟ هي المهمة أنت تكون مرتاح مع حالك عن جد سيد جورج هاي من المرات القليلة بنشلحك فيها كرافات على التليفزيون بتصور أول مرة يعني بتصير الشوية خيسا أنا لو ما أنت عندك معجزة كتير خاصة بس قلت أنا ما فينا عيدا استيزداني طلبات البرنامج يعني هك الحوار طبعا طبعا أقرب لدردش أنا أتمنى أنت بيه أتمنى أنا أنه أعطون كون سبار ويعني بس كل هذا جزء مثل تياب العسكري شوية بتصير يعني جزء من يعني هي إذا بدك إيه بتصير جزء من ديسيبليين معينة يعني مش أكثر معروف عنك يعني أناقتك دائما مش بس أنه بتلبسها مقربات لا في أناقة بالاختيار مش مهمة هي لك هي المهمة أنت تكون مرتاح مع حالك عن جد ولا إذا تسألني لو رايش عائلة بفضلكم بالسورفيت معاك للوقت لا ما رايش عاك على أيام السهريان نشوفك بصور قديمة بالأسود وأبيض كنا بأيام المقاومة يعني تصوروا أيام المقاومة لا أكيد يعني كل زرف بدك تعطيه إذا بدك حقه وحكمه يعني ما فيك اليوم كل زرف وكل وضع حتى بزرفة معين خد مثل مثلا بودكاست جاي أنت ما تزبط تصور أنت نازل على المجلس النيابي مثلا لابس سورفيت معا ما بتزبط يعني فيه ديسيبلين هيك عامة الوحد بيتعود عليها كمان تبقى بتصير جزء من حياته نعم بالسور القديمة بالأسود وأبيض بالتياب السهريان نشوفك الأصغر سنا بين كبار يعني بلشت السياسة بعمر صغير حقيقة ما كانت سياسة حقيقة هي كانت أنه في أيام أنت بصير فيه أحداث ووقائع قدر معين بيتحكم فيك يعني أنا ما كنت متصور أنا كنت مخلص جماعته عم مخدر لديبلوم درساة عورية بستراسبورغ والحرب يعني صار فيه الوضع الفلسطيني وانخرطنا بالمقاومة ومش أنه كان يعني أنت اليوم مهنتك بتقررها سلفا حياتك بتقرر تاخد قرارات فيها في أيام بحياتك في ظروف تفرض عليك أمور معينة بقى مش معنيتها قناعتي ما كانت ما جابك على مقاومة في جزء منها سياسي أنت ما كنت بالميدان كنت بالقريبة من الميدان لكن ما رأت بالميدان بس برازت بالسياسة ومثل ما قالت إلى جانب كبار كان عندك علاية مع الجيش مع الشعب الثاني هي بالأساس حاليني أقول لك شوي هيك أنا بالأساس تعرف بالجامعة يبقى الواحد مندفع لا يعمل شي ساعب أنه نحن بفترة الجامعة بالسبعينات بدأت المخالفات الفلسطينية بفتح لند وكل هالأمور نشأ بالجامعة مع فريق من الشباب أنه ما فينا نخلي نترك الأمور تصير هيك يعني بلش إذا بدك بالجامعة وثائب أنه كان فيه جروب موجود خارج الجامعة ما قالوا عليها بالأحزاب عم ببلش يفكر بالتدريب وبكل هالأصص صار فيه نحن وياهم تواصل وهكذا بدأت يلي خلى كمال عليها تصير مع الجيش بهذه المرحلة كنت أنا عم لتلك عم بدرس درواء انترنسيونال يعني قانون دولي مقارن وكان فيه عقد للجيش يتعلق بهالقانون وأنا محلل كنت عم بعمل استاجة عند استاج جورج جبر الله يرحمه جهله الخير كان هو يساعد أو يعمل دريسات للجيش بهذه المواضيع من هون إذا بدك نشأت علاقة المحامة يلي عم بحضر دريسات بالقانون الدولي وبسبب الأحداث فاتوا ببعضه بس عرفت على عائجي البستانية اللي كان مدير الشعب كنت أعرفه قبل أنه أنا ولدت من البستانية وفيه علاقة كان عائلية كنت أعرفه من قبل بس طبعا الظروف جعلت أنه تنترح هذه المواضيع وقلعت من هونيك وانيك تعرفت على ميشيل عون كان مقدم على كل هالفريق يلي نحنا بالمجموعة اللي كنا فيها بنينا علاقات مع هون ليساعدونا لأنه نحنا طلاب جامعيين بس ليه اخترت التنظيم مش الكتائب أو الأحرار طبيعة كان يمكن أنه اختار الشمعونية أنا والدي صديق وابن دير الأمر وابن دير الأمر وكان تربطني أنا شخصيا يعني مثل والدي علاقة مع الرئيس شمعون يعني أنا شبابي كان بعلاقة مع الرئيس شمعون إنما بالجامعة إذا بدك ومع هالجروب كان فيه شغلتين وهول بعدين بدألتها أنا وبشير فيهم إنه تعمل مقاومة بس تعمل ثورة يعني كيف تعرف كيف بالجامعة ونحنا بدنا نقاوم بس بزيت الوقت مش راضيين بالوضع القائم كان ضروري نعمل شي جديد بشير مع حفظ الألقاب بأيام الجامعة كان يعني كتير منضبط إذا بدك بعد ما ألعبي ثورته بعد ما عملت ثورته مع هيدا لوقعت الأحداث لبلشنا بس كنا على عليها لأنه كنا سوا بالجامعة بقى رحنا على هالجروب على وقت بلشت الأحداث بلشنا نقول إنه يخي لازم نعملها على نطاق أوسع وهكذا إذا بدك القوات البنانية للبعض كانت فكرة توحيد البندقية لبشيري وقلي كانت توحيد البندقية وإطلاق الثورة بالوقت المناسب ومن شن هيك صار هالاندماج وأنا يعني أسسنا سوا القوات وكتبت له نظام التأسيسي بس حددها كتبت كمان ورقة ما عرف بتوحيد البندقية صح يلي رجعت تأخر لصار بعدين صح بس كتبت نظام القوات الأول كمان يعني بس هالي أدوار كبيرة أدوار كبيرة بعمر صغير رحلك ليه لأنه بوقتها كانت جبهة لبنانية جبهة لبنانية يعني اليوم ذكرى تأسيسه صح صح كانت جبهة لبنانية يعني عم نحكي عن كبارنا يعني رئيش شمعون دكتور مالك أستاذ فقد فريم البستاني أستاذ إدوار أحنان شاخ بير أبي تأسيس علما أنه كمان الجروب طبعنا كان بذات الوقت عنده نفس قوة العلاقة مع الجيش ومع الرهبانات والأديار يعني إحنا كنوا هني قدمونا الأديار وبلشتوا من كاسليك صحيح صحيح وكنا بعدين سايدة البيت مشاركين كان فيه لجنة مخلوص بالكاسليك أنا شاركت فيه بس هو يلي خلانا ندخل على هلسة الكبار هو اللي يكفو شر عننا يعني وهني كانوا ليضبطونا يعني كل واحد كل واحد عنده الهدف تبعه بقى كان إذا بدك أكتر اتنين بينين من الشيخ بيين هو الشيخ بشير وأنا بقى كان ضروري قد ما فيهون يجيبونا على الاجتماعات وحضرونا وهيك لأنه يعني نحنا كان إذا بدك تلقائيا تعرف كيف بيبقى الواحد بعمل الشباب أنه أي قرار تكون التوجه تبعنا نمشي عكسه يعني شو ما كان أنه وقفه هلأ ما بدنا نوقف كفه هلأ مش هلأ وطورت الأمور طبعا أخدت مدايها الكبير هو بعد 78 بعد أحداث الأشرفية إذا بدك وبعدين بعد توحيد البندقية وبعدين شفنا لأنه كنا مبلشين صورة وكذا مثل ما عم بحكي لك أنه لازم يكون نحنا عم نفوت على السيستم إذا بدك لنغيره من جو استطمت شي مرة مع بشير أو لا قليل قليل يعني كان إذا بدك يصير كتير ما كنت أكتر اعتدالا منه بذلك الفترة أو لا الله يستر هلأ نفكر كيف كنا يا استيز داني بخاف أنا لك العمر والتجربة قد ما قال الإنسان أنا بقول التجربة أكتر من العمر عيش الأحديث نظرتك أنت للأمور بتمرق بمراحل وبقدر ما أنت بتصطدم بالواقع بقدر ما بتكون هالنضج الماتوريتي اللي هي مطلوبة مراقنا بكل المراحل يعني لألك أنه طريقة التفكير بالثمانينات مثل ما هي هلأ ده أكيد وظروف مختلفة بس كنتوا حتى داخل اجتماعات الجبهة كانت فيه صدمات صح كان دايما يطلعوا برا ما بتسمين قدام الكاميرا ويحكوا بيانات موحك بالجوة كان صح صح يعني لك أنا بقول أكبر غنى وقت فيه تفاهم على البيزيكس على المبادئ والقناعات أكبر غنى التعددية وأكتر شي بيدرب التقدم الأحدية أي فريق وهيدي إذا بدك الوقت بيتعلم لأنه أنت بالأول بتكون معتبر أنه كل ما يكون فيه هيك أرار واحد ومدرش هو أفعل الأرار هو بعد ما أنت تاخد القرار القرار اللي أخده بدي يكون فيه تعددية بس وقت اللي بيتاخد تنفيذه بدي يكون صار بس كان بشير يسمع أراء الآخرين كتير حقيقة ما عليهم دلك شغلة يعني ليه للقاضي العسكري اللي بيسمع بدلك شغلة بشير جميل 82 يختلف كليا يعني كل اللي بيعرفوه عن كسب عن بشير جميل 75 بشير جميل 75 ما كان يسمع كان هاجم كلنا بشير جميل 82 لا تطور اشتغل على حاله بيسمع لا تبي وان بتعايش شخص هيك 24 24 لانه وقتها كنا ما محدا مننا يروح بيته يعني ناكل ونشرب وننام سوا كل وقت وقت اللي بتعايش انت شخص بتصير تعرف كيف عم يتغير يعني بتشعرون قصة بشير جميل برأي انا طبعة المجتمع تبعنا ليه لانه درنا نوصل لمحال نعكس عن حق تطلعات كل المجتمع مش فريق سياسة او حزب وانا هاي دايما بقول مهم وانا اليوم بركز كتير علي كل ما انت عم تعكس تطلعات فريقك انت لم تؤدي المهنة تبعك ولا الهدف تبعك نهاري اللي انت اي مواطن قاعد بشوفك عم تحكي بحس حاله هو عم يحكي انا برأي بتكون قديت انت اللي لازم هاي جزء من المهمة اللي عم تقول فيها اليوم صحيح بالقوات البنزة بذلك الفترة يعني بعمر صغير بنكون بتطلع الاسماء الكبيرة هيك بننبهر فيها بس وقتها تتعرف علي عن قرب ايه بعدها لا خلينا لك ايه بس لما عمي بعضها هيك تعيش عن قرب تنقذ بتقول انت كنت شايفها غير هيك البعض الاخر وقت اكتر بالمعرفة تبعها هاي مظبوط ملاحظة كتير بمحلة علاقة بشير وامين بيهديك الفترة عاطلة جدا يعني مانا وقت هلا انفوت فيها بالبودكار بس انه انا بنقول لك بدي اقل لك انت يمكن اكتر واحد تعرف انا من الناس يلي بصير يقولولي بتحكي بلايقة بقولون انا بحكي الحقيقة بس بلايقة يعني ما بخلي الليقة تمنعني من نقول القصة متل معي لا كانت جد صدامية ويعني لا ما كانت ابدا منيح ما كان فيها ولا شيء منيح وحضرتك ولا مرة كانت علاقتك جيدة بالرئيس جميل الحقيقة الحقيقة ما كانت سيئة خليني اقول ما كانت جيدة بس ما كانت سيئة يعني لا كانت علي اذا بدك عادية يعني نظرا اذا بدك لعليقتي ببشير كان من الطبيعة تكون سيئة انها ما كانت عادية سمير جعجع كيف تعرفت عليه سمير جعجع تعرفت على ب اول فترة تعرفت على بفترة بشغلتان شغلة الاولينية تعرفت على هي مرحلة بثلاث مراحل لكون دقيقة انا اكتر مرحلة الاولى تعرفت علي فيها بمرحلة يلي كنا من نضبط كل اذا بدك المنن تعرف كيف اول حرب لازم يكون كل قادة وحدات والسكنات وهيك نحك اي سنة نحك بال78 79 80 في هذه الفترة كان في اتنين اكتر اتنين مشاغبين بالقوات محفظ الايب سمير جعجع وإلي حبيع ها اتنين كانوا بالنسبة لنا نحكي نحنا لازم الواحد ضل العين عليهم كل واحد عنده مجموعت اي ولانه بمفهومنا هيك انقلابيين وهم فعلا انقلابيين يعني مزالمين ولا شوية كانت هي اول فترة بتاني فترة تعرفت عليه لتلك انا كنت عملت استاش تبعي بمكتب استي جورج جبر استي جورج جبر كان كتير عم يشتغل على ملف مصالح بعد احداث اهدن هلوم وكل هالقصة بقى كان دايما يصير فيه لقاءات ببيت قرايبين ولا الاستي جبر فرانسوار جبر بهالقصة ويجي يعلق مع المسؤولين الكتائب وهيك دكتور جعجا تعرفت عليه بهالفترة بس هي ما كانت المعرف إذا بدك العميقة بالفترة الثالثة هي بعد استشهاد بشير جميل وإعادة تنظيم القوات هون لأ تعرفت عليه بس ما كانت العلاقة جيدة كانت العلاقة جيدة أكتر مع إلي حبايا كتير يعني إذا بدك منحنا هيك جينيراسيون يعني لي كان يعني إذا بدك هيك عطول قريب قريب مني يعني في البعض يقولون عندكم نفس العقل الأمني ولا لا لا لحلك الفرق الكبير بهالقصة إلي عقله أمني أنا برأي ما في قرار فيك تاخده بالسياسة بدون معطيات أنا بالنسبة إلي الأمن هو ضرورة للسياسة دون أن يتحول إلى أمن في فرق كبير يعني أنا بعتبر خلي أخذ مثل الكل أنا بقولولي وقت تطلع بتعطي رقم ما حدا يقدر غيره بتحكي بمادي كذا ما فيك تتعاطى شأن عام بلا ما تدرس ملفك في كتير مرات أنا بتأخر لأعطي جواب بملفات لأنه ما بقدر يكون إجمع المعطيات يعني مثلا حتى نظهر من هجاو الجدة أنه بالموازنات يخي عم نظل لأخر تك ليه لأنه الأرقام اللي عم نخدم الحكومة من أرقام في كتبنا عليها موقف وتتغير معت المصار بأخر الموازنة لتشوف القبلة وبالآخر كارسي بقى إذا بدك هيدا الفرق يعني أنا بعتبر أن القرار بحاجة إلى معلومات كافية ووافية تعاطب الشأن العام بحاجة إلى معرفة كثير من الأمور ومن هون إذا بدك دور إليه كان كثير مهم بالقوات للأرار أكثر ما بخمن البعض للدور الأمني هيدا كان الفريق قلقت عليه لأحقا بالإدفاق السلسي ومشيت مع سمير جعجة عدد مش نقلبت عليه هو نقلب على نظرتي أنا اللي دورنا بالقوات في فرق خليني أقول لك هون صارت المعرفة الأولى مع دكتور جعجة لأنه بكل الأرارات هلا تعرف القوات صار فيها عدة انتفاضات طغيرات أنا الكل اليوم بيعرف أنه أنا بهالأمور ما كنت تشتيك بولا انتفاضة ولا مرة بقبل كون يعني ما بعتبر أنه إلا تبه وقت الأمور تخرج عن البوصلة تبع خناعاته بقى وقت الاتفاق السلسي أخدنا وعطينا كتير بالأول لنشوف هل فينا هذا الاتفاق نستفيد منه حتى نلاقي حل بس هالحل يتوافق مع نظرتنا لوطننا هلأ صارت الأمور وصلنا على محل لازم نقرر أنا بعدين يعرف سيالي سار قبل ما كنت عارف باحتساب الأصوات نحن الأصوات متقاربة لأنه بالآخر طلعنا يعني متعادلين نعي الأمن فصل العسكر فصل صح نحن على الطولة أنا محلي على الطولة ما تغير من تأسيس لليوم قاعد بقى صار نقاش قبل بين نادر سكر وسامير جعجع أنه كيف بدي سويت أنا بقى صار يقولوا يا عمي أنه هيدا ولا مرة مبدأ يعني عنده نظرة ما بيحيد عنها الآخرين يقولوا أنه رأي الآخر أنه ما معقول يعني ابنه ابنه المدلل يعني أو صديقه أو لبداك بقى ظلت عالق الأمور بقى وصلوا تصويت علي أنا صوت ضد بس بحدي يعني طلبت أنه كل واحد صوت مع لازم ناخد حق التدبير وحطيت من ناحية المبدئية ما كان في الشخصة وطبعا بكلام إذا بدك بين رفقة مش بكلام يعني وأنه هيدا لعبة خطرة وكل هالشي شخص صدم وشخص بسط إيلين صدم علما أنه كنت قيل له وكان دايما نقول لي طيب بس ما نوصل لت آخر شي ما فيك أنت يعني قل له أنا في وقل له أكتر لأنه يعني عليتي فيك تحمسني أكتر أنه وقفك عند به هالقصة بعد بعد الاجتماع بصير لقاء مع دكتور جعجا وإذا بدك من وقت كنت جزء من تخطيط للانتفاضة كنت على علم بس ما كنت جزء من التخطيط وما خبرت كل الانتفاضات كنت على علم لأنه بتركيب القويتية بس ولا بانتفاضة يعني فتت أنا ما حبي تفوت فيه كنت شريك بالقرارات الأمنية والعسكرية يعني على علم أو شريك باتخاذ القرارات لا بالقرارات الأمنية والعسكرية يعني ما كان فيه العلم بخام بأنه كان فيه أرار عسكري أو أرار أمن بس فيه فرق خلي نقول وشي الأرار العسكري يعني وقف عمليا بعد سنوات الحرب لأنه ما الانتفاضات هي إذا بدك سببها سياسي وقصة سياسية من عسكرية يعني أنا إذا بدك من بعد استشهاد بشير جميل صرت أكتر بكتير أتعطب السياسة بالقوات من غير أمور لأنه يعني القرار كان أنه نحنا بعد بشير القوات كانت راح لي من خ آخر تطعطب السياسة كنا بلشنا نخضر يعني اشتغلنا كتير على جروب جمع ملفات كيف وقد بدي يستلم وانا بهذا شي كان عندي دور كتير كبير دون كنا رحنا أكتر لهذا دور يعني أنا رحت لهذا دور بس بوقت أنك تقبل بسامير جعجع محفظ الألقاب ابني بشر ابني الضايع أنا هو ما بهموني بالعكس بالعيد العيل المتوضعة أنا الوحيد خير الجبل لبنان أنا الوحيد كان فيه عساسيات أنا الوحيد يلي كنت من جبل لبنان يلي قبلت من هالتركيب زي هالبهم ورح قل لك أسباب أول شي أنا ما في الداعي ثورجيتي اللي عم بحكيك عنها منيح اللي حكيت عنها قبل السؤال لما تربط أنا ما في الداعي ثورجيتي وأجي أسأل بالعكس أنا رح أقول لك شغلة أكتر الشغلات أنا مثلا انبسطت فيها وحبيت لأبلش أقول لك ببشير انتفاض بشير على كل وضع العائلة يعني عميلي اللي كنا نحكي فيه اثنين معلي بشير جميل كان عنده كل إمكانات العالم بمرحلة الحرب وقت بده تجوز راح اشتربت صلحوا يعني أنا معيشهم لأنه الله يرحمه كان فيه شخص ما أخذ حقه بالمقاومة اسمه جان ناظر كان إذا بدك الأب الروحي لبشير وإلي لاسيما هو كان مسؤول عن قصة المال يعني حدا عم بفتله تعرف أيام الحرب عم تجبي القوات وهيك بتمنى أنا كمثل يروح يشوف الناس مثلا بيت جان ناظر يلي كان يجب مئات الملايين برك بيجي بشير بياخذ بيت متواضع بيصلح أكترا هيدا بشير ذات الشي سمير جعجع يلي عمل حاله يلي جاي من عيلة عادية بس أصيلة والمجار لا أنا بالعكس اثنين أنا اللي بهمني بالشخص عمق تفكيره التزام سمير جعجع بالقضية هقل يعني بس خلينا أعطي مثال أنا دايما بردد لأنه لازم كل واحد يعطه حقه الناس أي إنسان بيقعد 11 سنة وإذا في حدا بيعرف كيف قاعد هو أنا لأنه أنا بعرف وزار الدفاع بعرف المسؤولين عنه كانت عم ما بدأ أدخل هلأ بالتفاصيل بس أنا وكبت من نهار توقيفه وكبت المحاولة كانت معمولة لقاتله على الطريق لقعدته بالزنزانة لكن بقيت التفاصيل طيب فيش إنسان بيقعد 11 سنة عم ينعمل عروض لمرته ولقلنا بالواسطة وبغير الواسطة ما بيقبل يحكي مع الحابسين وما بيقبل يحكي لا معلاش لازم كل واحد هيك يعطي حق التاني بعيدا عن هيك التبخير والمدح والبلبنان بيحبوهن شو بيقدر إنسان بحياته يعمل أكتر من 11 سنة بمترين بمتر ونص وما يغير أحكي بعد شوية كمان عن فترة السجن بس قبل كمان مثل ما قلت كنت في علاقة مباشرة مع عماد عون بس وصلت وطيدة وطيدة جدا مش بس مباشرة يعني الجنرال عون من الأول الحرب مش بس وطيدة جدا يعني علاقات شبه يومية وتواصل دائم وكل بس بالنهاية استضمته كقوات وكجيش لبناني وكنت مكلف من القوات باللجنة اللي كانت تنسي الحقيقة حقيقة بال89 أنا كنت عم جرب بدقة أنه وقف الاستيضام يعني وما خلي الأمور تتفاعل أكتر مع الأسف ما قدرنا نعمل هالشغلة وأنا برأيي هالشغلة العكست على تاريخنا بلبنان وأنا بأعتقد أنه لو من هالشغلة كنا بمحل آخر بكل يلي صار لو في ناس بيقولوا لو من ظاهرة كنا نسميها ظاهرة عمال العون كنا غير مطرح لو ما اجا قائد الجيش ولو ما جير العون كمان لا يكون الواحد هيك عم يحكي الأمور نحن عم يحكي التاريخ ما عم نحكم على الأشخاص علما أنه يعني أنا عم جاوبك بس أنا تفضل كنات لأنه أنا ناوي وهي يمكن أول مرة بقوله يكتبوا مذكرات كتبون كنت أسألك عنه كتبون أه قول كل اللي صار لأنا عشته يعني أنا من أول أحديث لهل عشته ومعني مش أنه متفرش كتير بفضل أنا كرمال الأجهار الجاية أنه نكتبون أنه ننشرون بس ننشرون بدقتون وبتفاصيلون يعني عم تلتوش عحدا بردون عم تلتوش عحدا كان نريوي مش بيت لا لا أبدا طلعت عكتب السيد كريم باكرادوني مبارح هدانية ملحقت يعني أكثر من ملحقت ملحقت أنا كريم كنت كتير مرات على تصادم فيه سمعه بس ولا مرة التصادم أثر على علاقتنا لأنه عنده عنده طريقة بالتعاطي عن جد بس بمراحل القوات المحتدمة ما كنا بزيت إذا بدك بزيت الرأي بزيت الرأي إجمالا يعني بس أنا اللي عم أقوله أنا يعني بفضل لأنه أيام الواحد مننا بنقى من التاريخ الجملة أو الحدث يلي بنسبه أو بنسب البدوية بدون ما يربط هالقصة بسياق كل ما يجري لذلك أنا إذا بقدر أتمنى عليك ما فوت بهالقصة سلا لأنه أنا برأي من حق علينا كل الناس وخاصة الأجهال البدا تجي نحكي بكل التفاصيل عن كل هوا يلي أنا يعني بشوف أنه في كتير ناس تناولون كل واحد من زاوية يعني بحط هدف أنه أنا هلأ لأقول بدي أمدح بفلان أو بدي صور فلان فضيع بصير الأحداث حطة بالسياق يصور بخي كلنا بشر عملنا منيح أكيد وأخطأنا أخدنا أرارات صحيحة وأخدنا أرارات ما بتسوى بدي يشوف السياق الواحد وين هالأرارات وصلت المجتمع تبعه أنا برأي هذا الحكم لمهانا بقى مشان هيك خلينا شي لبعدين من أول مرة فوضتين التقيت العماد عون لأخر مرة بأصرب عبدة يقال أنه وجهت له نصيحه صح شو كانت هالنصيح حقيقة أنه أنا وقت اللي التقيت العماد عون زمني بتذكر يمكن كانت 22 أيلول 90 طلبني ونزلت غدات أنا ويا والعائد عامر شاب الله يوجه له الخير عايش برا كمان مثلا عامر شاب أنا يعني تربطني في شي للجيش صداءة جد متينة كل هالفريق عشنا إذا بدك 15 سنة كمان سوا بقى عامر يعني صار فينا هيك نحكي شوي كان فيه معطيات كتير واضحة وما رح فوت بالتفاصيل عن ما سيجري يعني الجيش اللبناني كان عنده ما سيجري واضح واضح وتفصيل التفصيل بقى إجا عامر قلت له أنا خير شو شو هتجامعة اليوم قال لي عامر أنا طلبت من الجيش رالي قال لك إنه نقعد سوا وقال عامر هيك 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 وعطى تقريبا توقيت مرتبط بدو أخضر معي هون صار إذا بدك نقاش إنه كون هالأمر صار واقع وصار واضح إنه بتوازن القوى في دخول على المنطقة الشرقية أو على المنطقة التي كان موجود فيها العمادة هون شو بينعمل أو شو لازم ينعمل هون دير نقاش طويل كتير وأنا كان رأي يعني ما رحقوله لأنه هلأ صارت الأحداث أحسن ما ينقال ولو ما صارت عايدا بس أكيد جنرال عون وعامر شاب يعرفو بس في نصيحة ما دناعرف شو هي ها هي ما بقيتقولها ما بدي فوت فيها بس إنه ك ليك لكين عارف شو بدو صير بشيك والمعطيات ويفوا إنه مش قادرين نمنع البدو يصير بيتو يصير لازم ينعمل شيك بقى الزمن بكرة بيجي وقت بنحكي فيهم بس هؤلاء اللقاءات كانوا بعلم دكتور جعجة أبواطا أول شغلة إليك أنا لليوم وقبله كذا نكون صادقين يعني ولا مرة حدا نسألني من أول ما أسسنا نقويت لليوم عن شو بعمل بس لنكون متفقين بس لنكون متفقين هاي بعدها لليوم أنا حضرتك أنا بعرف بحكم المعلومات أنه بتتواصل مع خصوم بس كافي لك بتنسق معهم ببعض الملفات بس أنا لأنه في كوريكسيون أنا بالآخر بمؤسس أكيد أكيد ما في أدنى شك أنه أي شغلة بعتبر أنا بتفيد المؤسسة والقضية اللي أنا مؤمن فيها ضروري وألزام لأنه أنا ملتزم أنا ملتزم بقضية هالمؤسسة هي لا تنفذ القضية أنا التزام بالقضية بحتم أنه هالأمور يكون هالأ خضرتك عم تقول ما رح أمره عليها هاي هذا الشي مش سيء بس أنه عندك هامش ما لا عليها بالموضوع النيابي أو غير موضيع بالسياسة يمكن بتعمل اللي بكتعمله آخر شي بتخبر يمكن عم بفتري بتخبر دكتور طالعا أنا عملت هكذا بعدما غيرك بيسأل قبل لخي خبر في أدت أمور لنحكيها كما هي يعني ما هي بكتشوف طبيعة العلاقة والتاريخ وكل هالأمور يعني ما فيك تجي تخدها لأنه هون بتصير تاخد معاني آخر متكأنه أنت مدري أو غيرك شو عم يعمل أو مش هيك هي هي أنه وفقا لأنت كيف ممارستك وتاريخك وتاريخك بتنبنى العلاقة مع أي أنكين مع المعاك ويلي منن معك بتصور أنه الكل الأهم أنه كل واحد مننا يكون عارف أنه إذا هو مؤمن بمثار وبقضية معينة عنده التزام واضح المعالم بكيف بده يتعاطى بهذه الأمور وقت هالراجل بتتسبت بكل ممارست وأي إنسان الكين ما بيعود بتفوت أنت بهيك هالأمور ما بتعود مهمة لأنه أنت معروفة أنه يعني هي بتسري بكل الاتجاهات يعني لو نفترض أي حدا عمل عمل معين ما أنت بتقيس هيدا كيف يتصرف بديل لك شغلة لازم يعني يعني عامل ثقة كمان مهم ما هو ما هو عامل ثقة ما بينبنى لاب يوم ولا بيومين ولا بعشرة عامل ثقة بده يمرو بمخاضات طويلة عريضة وبصدمات أوقات وبأمور كتيرة وبالآخر يا بينبنى يا ما بينبنى كل هالعلاقة مع عماد عون إجا وقت نعمل تفاهم مع الطير وطن الحر ليش أنت اللي عملته ليه بلا ما نفض بالتفاصيل الدقيقة ليش لحلك ليه حيما أنه بعدين تبعت هذه العلاقة أول هذا التفاهم هذا التفاهم نعمل بعدة وسائل نحي كان فيه عدة وسائل كان فيه الوسائل الرسمية والمعلنة وكان فيه غير وسائل وكان فيه حديث معلن وكان فيه غير حديث دون أدنى شك أني أنا كنت من يلي دكتور جعجع وأنا اشتغلنا كتير بالقوات لقطعنا هذا التفاهم أنا بارف كتير وبيقدر أقول أنه واشتغلته بعدين لا تحافظوا عليه واستضمنا دكتور جعجع وأنا بكتير من رفاقنا لقدرنا أطعنا هذا الاتفاق هذا اللي بقدر أقوله عن الاتفاق هذا البيئة دور كل واحد وكيف وشو أنا مبلقي مهم لأنه صار ومع الأسف ما نجح وكان بيقدر يساهم نحن عملنا ريهان لبناء دولة حقيقية تبرنا أنه في فرصة لبناء هالدولة أنا هون بقول المصيبة الكبيرة يلي وقعت أنه الباقة يعني أقل أهمية مقدرنا بنين هالدولة بس ضل الود الشخصي بينك ومع العمات عون ضلت العلاقة بقيت العلاقة مرة قال لسيد السيد جعج بكرك أنه نص قلنا كان بحكي عنك هلأ أنا بعتبر أنه هو قال نص قلنا أنا بعتبر أنه نص ميشيل عون كان للقضية وبطل عطيتني إكوالسيون عطيتك ما تفوتني هلأ بأي داب أنا ماني لحدا بموضوح بس أكيد أنا ماني لحدا ولا حدا إلي حتى ما حدا نظل بالتواضع العادي أنا ملتزم بقناعات وبقضية معينة لوية اللبنانية حاملة لواء هذه القضية هذه المعادلة يعني محامي جورج عدوين لماذا ترافع عن الدكتور جعسون لأن الإدارة اللي كانت عم بتصير لهذا الملف إدارة سيسية أو القانونية لا إدارة وضع لوية اللبنانية وقت الكن دكتور جعجع بالاعتقال كانت بتطلب دور أكبر وأهم ومغاير من الدور العلنة وبكل ضمير ومسؤولية نلعب هذا الدور وهون كمان كلمة حق أعتقال كان فيه تنسيق كتير كبير بدي أوجه لتحية ستريدة جعجع لأن الحمل يلي الحمل بدون خبره يعني حمل تحلم حمل وما كان مفترة تحمله ومش مهيئ ومحضر أنا بأول لقاء من بعد توقيف دكتور جعجع بتال شو جاية تعملي على هالغابة الزئاب بهالوسائل لا عن جاد يعني هذا بس لتندار أو إذا بدك لتنعمل متما لازم تنعمل نعمل متما لازم تنعمل وأحبطنا كل المحاولات بشغل دقيق وجدة كانت تقضي بأنه خروج القيادة عن اعتبار قضية سامير جعجع هي القضية المركزية بوقت الوجود الصوري وأنا بعتقد نجحت كلها العملية لا كل واحد شو قد وشو عمل مش مهم لأنه في قضية كيف تباين بمرحلة مبعد الـ 91 بينك وين دكتور جعجع التباين كبير كان لحد ما فات معتقل بشو سبب التباين اتفاق طائف وطريقة عطينا فيها وبيعرف هو يقال أنه كمان أحد سبب التباييونات أنه ما تم توزيرك مش مظهود من معنا مظهود ما بشو مظهود من مظهود المواقع يعني ما لي أنه قبل الوزارة والنيابة يلي وصلنا له بالعمر الصغير أنه أنت يعني تكون عندك خلينا نقول القدرة على للقرارات يلي كنا عم نقد ها تصدقني تصير بقية المواقع يعني كلها مهمة وأهم منها المواقع بس أنه لي ك بدي أقول لك هي نظرة بالحياة تختلف بين شخص وآخر أنت لتقدر تشتغل بدك تكون شغلة من اتنين يا ما اعتبر بداخلك في قضية تخصص كل بدك تعمل من حياتك شغلة لهذه القضية هيدا مصار لا يلتقي مع المصارات التانية المصارات التانية شو المواقع لأنا والمكاسب بدحقق بحياتي لا لقي حالة ما أنا الخيار أخده وميجي فيه ومستقلين على كل الباقي يعني ولا حسأل يعني أنا بعتقد أنه عملنا كتير وفقا لأنا عيتنا أو عيت نجحنا أو عيت ما نجحنا بس على القليلة جربنا كل اللي منقدر نجرب بمرحلة ما بعد خروج دكتور جعج عم السجن كيف رجعته بنينة هالعلاقة أو بنينة السقة عن جديد رح رح إلك تخبرنا عن أول اللقاء صار بعد السجن بعد اللعمة أنا كنت عم تشوف عم تشوف بالوزارة شيء وبر ات لا نحضر الظهرة رح إلك أو يعني أول كانوا بالخارج لأنه سيفر الجزء الأول كان عاطفة مش سياسة هو استذكار محطات وأشخاص يعني بقى هيك فترة بتصير تتذكر شو عملنا مع فلان وشو صار مع فلان وشو صار بفلان وانوة وشو عمل عالتان ما كان ما وقف الزمن عنده قبل 11 سنة وهذا شيء طبيعي وكان ضروري مثل كل واحد منه إذا غيب فترة عن أي موضوع بحب أنه يعرف عن الموضوع كان جزء كبير هيك يعني عن الأشخاص عن بغيب وشو صار عن كل هالأمور إذا بدك والجزء الثاني طبعا كان عن كيف ما نتعطى بالانطلاق من تجربة لعشناها قبل لأن نايناتنا عاملين هالتجربة وبهالتجربة كان في شيء كتير مهم يتعلق إذا بدك بصورة القوات يعني يمكن هاي أول مرة أنا بحكي بالموضوع بس نحنا من الناس يلي عملنا نقد زيت كتير كبير ورح أعطي لي يعني تأمل أنت فريق أو حزب أو طيار أو مقاومة سمي اللي بدك تقدم التضحيات اللي قدمتهم ألف الشهداء عشرات ألف المصابين التهجير كل هالمصايب تطلع من الحرب بمجتمع في قصم المجتمع عم بدينه في سبب مهم أنه البعض أعطى الصورة الخطأ والأعطى الصورة الخطأ أنه يمكن الناس من هالمقاومة أو من هالطيار أو من هالطيار أنت حضرتك جعجة وآخرين وردت كل بميحة أو بسي برابو كان ضروري بالمرحلة القادمة ينشغل على إذا بدك أي خلل بهالطعاط أو بهالصورة ما يحصل وكتر خير الله أنا بقدر أقول اليوم من بعد 18 سنة من خروج ومن الاعتقال نحن بصورة يعني مثلا بكل حضرتك خلينا نقول كمان هون حضرتك شخصيا لك فضل بهالن بدورك البرلماني بالصورة حتى خطابك إلى حد بعيد معتدل استاذنا مش مهم مهم اليوم فيه يقول لك شو ما بده عن القوات فيه حدا يقول لك فلين فسد لا لا والحمد لله فيه يقول لك أنه حدا عم يستغل سلطه لم يدر شو يعمل هاو مهمين واثنين ضلينا ملتزمين بالخط البياني الواضح ويالي هي بلبنان قليلة جدا يعني بكت تكون عند أحزاب عقائدية فقط ومش كلها نجحت يعني الأحزاب العقائدية اللي بلبنان بطلت نحنا والحمد الله يعني موقف موقف تسعى على الموقف ما في التباة سيد بالمواقف بازال عم نحكي عن الأحزاب العقائدية بمكان ما بفترة ما بشبابك جذبك حدا من يعني جذبت لشخصية أنتون سعادة وفكره لكمال جبلات أو غيرهم الشخصيات أو كنت بمكان آخر تماما يعني أنا تأثرت كتير التلك بالرأي الشامعون نظرا لأعتبارات محلية ونظرا لشخصيته يعني بعدين كنت أكتر تأثرا بالرأي الشامعون مش بالرأي سبير جميل بطريقته ما في شك يعني إذا بدك طريقتين مختلفين بتعاطي بكل القصة ما في شك حتى كان في كتير كتابين بدك فترة مؤثرين من رأي الشامعون أكتر مع أنهم كتابين أي يعني ما تنسى رأي الشامعون هيك طريقة تعاطي يمكن يعني شيخ بيير أكتر بجسد هيك الأنضباط هيك فأي الشامعون لا يعني شخصيتين مختلفين كليا بس أنا بما يتعلق فيه إذا بدك بالجامعة كان فيه القصة وجود الفلسطيني يعني ما صار عندنا الترف الفكري لنقعد نفوت بيسار ويمين وهالقصص لأنه كان حاكم الجامعة مقصومين مين مع العمل الفدائي يسموا بوقتها ومين ضد عرفت كيف ومنا فدت دغرين خرطت بالتنظيم وبعدين بالقوات ومعدنا معايد عنا ترى يعني عنا نقرأ ونطالع وكله أكيد بس أنه ما مرأت بمرحلية اللي عادة بالجامعة بتمرق فيها تشوف الفكر الشيوع الفكر كذا وقد قريب من تفكير رجبتك البرلمانية بيتحكي عننا كتير وقسم كبير مننا معروف وكما في قسم مننا غير معروف يعني مش البس الملفات اللي بتحكي فيها بالعلن بتنسق مع غير كتل وبتمرق وقصص ومع خصوم بالسياسة أيام بس هذا كله بيفترض علاقة جيدة مع رئيس بري مع أنه أنتو بخصوم سياسية كيف تعمل هذا التوازن بين الخصوم السياسية وبين علاقة جيدة مع رئيس بري لا تقدر تمرق في طريقتين بالأول بالتعاطي عامة قبل ما أوصل على رئيس بري فيك أنت تتعاطي مع الشخص وفيك تتعاطي مع موقف الشخص بمحليت معينة أسلم تتعاطي مع موقف الشخص يعني حضرتك تاخد عشر مواقف بالنهار على القطع يعني بركب هالعشر مواقف فيه موقف سليم وفيه التسعة هودك بقدر يجي أنا أقول شو ما عمل سيد داني ما بدي ما بدي أسمع سيد الموقف بقدر أنا أجي أقول أنا أخي لا وقتل بيعمل شيء منيح بقبل فيه العاطل بنتقده إذا بدك وقتل أنت مش عم تحكي بالموقف المبدأة عم تحكي بالعمل اليوم أسلم تتعاطى مع الموقف وليس مع الشخص ليه لأنه أنت بالآخر إذا هذا الموقف بيخدم قناعاتك وقضيتك حرام تعطله لأنك أخذ موقف مبدأ من الشخص إذا بدك هاي القاعدة يلي أنا بمارسها بعملي اليوم ومتى تتناقض إطلاقا بعكس مع أي حدا هيك بيخفي بيقدر يقول إنه إذا فيه ذلم أنت عندك موضوع بيخدمك هالذلم يدعمه لموضوع الانت بدك إيه لأنه هيدا الزلم أنت خصمك لنقول فرضا أو منك متوفق معه بالسياسة شو بتعمل هيدا سؤال كتير مهم فهيدا بيتطلب عمق جدية للناس اللي بمارسه يعني هيدا هيدا الكلام إذا بتحكيه أستاذ داني لشخص همه شو بنزل على السوشال ميديا وهمه يجي على المجلس يفوت على اللجنة يقعد يحضر ثلاثة دقايق لا يعرف شو بده يصرح برا أكيد هيدا بده قللك لا حكيت مع أفلاق سأل انطلاق من كلامك سي جور وبدت تجو بني بصراحة في صراع أجيال داخل كتلة الوقت البنية يعني أنت مع كل نجك وعمق وخبرتك في هذا يعني هؤل اللي ذكرتون قد ينطبقون على أشخاص بالقوات وبلكل الكتل خلينا إلا في هيد الحماس والفورة وبدنا نكسر وبدنا نتخبش خلينا تفضل أنا اليوم بقدر أنه أكتر كتلة باعتراف الكل متراصة متضامنة فريق عمل هي كتلة الوقت لبنانية وإلى سبب يمكن يمكن عم بتقوله يمكن يصح أول شهر تاني شهر تالت شهر بعد الانتخابات بس أكيد ما بصح رابع شهر ليه ونحنا شو بنعمل شيك نحنا كل تنين كل تنين أو إضافة إلى يوم آخر بالجمعة تجتمع الكتلة بيجي كل نيب بالكتلة بيعرض شو صار بلجنته أوكي من ناقي شو صار معه نتوافق كلنا عكيف بده يكفي هالنايب هو بكتلته ووقت العايز هالنايب منشكل فريق عمل ليكون إذا بدك الباك أوفيس لدعمه بالعم بصير باللجنة تابعه بهالنوع الشغل صاروا كل العالم فيتين ومعنيين بكل العالم يعني الحاطة مثلا الناس بيشوفوا إنه نحن عملنا أربع مداخلات بالموازن إلى نقول وإنه هالمداخلات كلهم صار يقولولي مثل كأنك أخذ شقة في بازل وهن مداخلة مضبوط لو نحن جينا اجتمعنا كلنا درسنا المواضيع أخذنا موقف منا قصمنا كلمين بشو بيحكي يعني وهي ما بتصير عايزة بغير إنك أنتو حزب الله يعني نحن أخذتنا كتير وقت تنزل على المجلس عم بتفوت عالمتين كل واحد بيقول له غير هيك أكيد واللي ما بيعرف المجلس ما بيعرف حياة السياسية المجلس مطبخ المجلس مطبخ اللي جان الهيئة العامة طريقة اتخاذ القرار كل هوا بد نشغل اليومي أول شي بدهم معرفة نتبه فيهم بفوتوا على المجلس بعد 30 سنة وبيظهروا بس هوا الصفات إذا ما نحدد الصفات اللي بتحكي عننا سيد جور يمكن على بأحسن على حوال عشر دواب عظيم هؤلاء المشرعين اللي بيعرف كل المطبخ المجلس تملي ما بيطلعوا عشر بس نحنا منقدرنا وأكيد هذا الفضل الكبير لكل يعني فردًا فردًا بيقول لك شغلة الناس ما بيعرفوا عن جد قدي هالبازل ما بيركب إذا مش الكل مثل الأوركسترا إذا في حدًا عم بيدي نشاز بيخرب القصة كلها هذا قائد الأوركسترا بالحزب والدكتور جعل قائد الأوركسترا نيابية هي مش مهم أنت ليه عطول الشخص صدقني لك طبيعي شخص لا لا أكيد كل شخص عنده الظهور بس أنا بيقول لك شغلة أنا عم بقول اللي ما بدك تقوله الصورة الصورة الحلوة اليوم هي عن تكتل القوة عن جد بتكبر القلب وهي الصورة يعني ما بقول الحقيقة إذا بقول أنه هاي الصورة بدون فضل كل واحد بتقدر تكمل أنه معلومة فيها 17 لجنة وعم يخضروا كل واحد بلجنته وعم يعمل دوره وعم يتعاون مع الكل ما بتنعمل ما بدري ما بتنعمل شو علم أنتك العلاقة مع رئيس بري أو شخصية الرئيس بري شخصية استثنائية رئيس بري رح لك شخصية الرئيس بري هي إذا بدك رئيس بري بيعرف شو بده يعني في كتير سياسيين أو ما بيعرفوا مظبوط شو بدون أو وقت اللي بيعرفوا شو بدون ما بيعرفوا كيف يمر قل بدو دي رئيس بري حريف بالتنين أوكي إذا نفكر فيك تغير إديولوجية الرئيس بري بالبدو دي بعتقد مثل ما هو ما بيقدر يغير أنا البدو دي أنت اليوم بدك تلاقي صيغة تعاطي مرتب ندي صحيح تتعاطى مع الرئيس بري أو مع غيره لحتى تقدر تفتش وقت الانت بدك شغلة كيف هالشغلة تحصل هالشي شو بيتطلب أنك تبني أنت مصدقية كتير واضحة ما في مناورة على القليلة من مالتك يعني أنت التزامك بالبدك وبالحقيقة يجب يكون كتير واضح أنه هاي أنا ما بمشي فيها هاي أنا بمشي فيها هاي بتخلي لأنه مع الأسف السياسة في لبنان يعني إذا بتسألني شو ترند الأساسي فيها بقول لك الكذب تسألني شو ترند التاني بقول لك الغموض الغموض البناء هم أنه بناء بالمرة الثلاثة هلا فيه ترند الشعبوي كمان بردو وفيه ترند شعبوي أنت قيمة تقدر تبني علاقة مع شخص بغض النظر شو بده أو شو ما بده امتجي أنت تقول له بكل قصة بتقول له أنا هاي بدي أمشي فيها على الأخر وهي ما رح أمشي فيها على الأخر مع الوقت صار هو يعرف شو بدك صار هو بيحدد بوضوح ما وقفه من ما بيقود فيه عرف كيف اتنين عم يتزاكوا لنقول أو عم يجاربوا أنا بقول هيدا سر للصة علما أنهم بدي زيد شغلة في شي نحنا بنقدوا بعين الاعتبار هون مش أنا نحنا في كتير أمور أو يعني مقاربة مش متفقين مع الرئيس بريفية بس ما تنسى معلي أنه مجبورين نحسب شغلة عطول أنه نهائية الحركة تبع الرئيس بري بلبنان وعا تستقل هذا الموضوع تختلف وقد ما بدك بس هيدا عنصر لازم أنت بمكان ما يضل موجود براسك وهذا مهم لألنا بالنظرة تختلف هلا على كتير ملفات داخلية على أنت كيف بدك الأمور بمكان ما تقعد عفر الطولة وتتناقش ويكون عنكم نفس الرأي بكثير ملفات وهذا الشيء يلي كمان في كتار بطلبوكم تعملوه مع حزب الله أنه أنتو نقيضين وانتو كل واحد بمثل أقوى بطيفتون لازم تقعد وانتو وقت تقعد أنتو حدا يعني بدك تنزل أنت تلعب تنس في قواعد للتنس إذا تروح تلعب رجبة في قواعد للرجبة إذا تلعب تنس وخصمك يلعب رجبة بعورك مضبوط أنا معلي أنت بتقرأ كتير بعرف وأنا بقرأ سميلي عبر التاريخ الحديث دولة فيها حكومة فيها سلطات منتخبة وكل شي فريق فيها بروح بحارب بلدتين بيرجع بيعمل حرب خارج قرار الدولة فإذا قواعد اللعبة ما نتفق عليها قبل شفت لو منتفق على قواعد أنه في دولة هي عندها حصريت القرار وحصريت السلاح قواعد يلي هي بكل الدول مش أنا عام خطة بصير فيك نتناقش يلي بيمنع النقاش أنه القواعد مش متفقين عليهم ونقعد عنده غير قواعد هل تخشى على الكوات اللبنانية بعد أكيد بعد عمر طويل رحيل سامير شعجا كل اللي عم نعمل هلأ كل يوم الانتخبات اللي عمل لهم الشغل اللي عم نعمل مع الطلاب وبالجامعات الشغل اللي عم نعمل بالكوادر الشغل عم نعمل لتحضير وأعطاء تجربة للشباب اللي عم يطلعوا وقوق حدا عم قل لك أنا ما تستقل هذه الورشة يلي يعني ترجمتها الأولى كانت الانتخابات بس هي الانتخابات إذا بدك رأس الايسبير نحنا في شغل كتير كبير عم نعمل لنترك مؤسسة ما تتأثر بوجود حدا ولا تتأثر بغياب حدا أنا بعتقد قطعنا طريق مهم بهالموضوع وعكل حال يمكن يعني اللي بيشوفوا هلأ كيف نحنا بيفهموا أنه هاي شغلة متما حكينا عن الكتلة أنه هيدا حزب لو ما فيه كوادر ومؤسسة وهيك ما فيه ما هو كان نافذ بالانتخابات الحزبية أنه منصب الرئيس بتسكي وهيدا أمر طبيعي بس منصب نائب الرئيس كان بتسكي يعني ما حدا تجرأ يترشح بوجك وهذا كمان دليل أنه الدكتور جعج مغطى بقاء كمان ما دفع حدا ما حدا رح يترشح إلا بغمزة من الدكتور جعج هذا الكلام ما أنه صحيح ده شغلة طبيعية إزاني هلأ أنت تلاقي طبيعية أنا بلاقي غير طبيعية أنا بقلك شغلة بعكس ما بيقولوا الكل ما صار ولا تدخل لا بالترشيح ولا بغير الترشيح لا من يعني بتسألك سؤال انطلع إكس أو طلع إجريك برأيك أنت هالشباب والصبايا يلي بالقويت يلي هني على احتكاك بالنهار معنى 24 ساعة ما بيعرفوا كل شيء لا بدك تميز إلي لا بدك تميز بين فلان وعالتين إذا طلع أحدا لنقول بالهيئة التنفيذية غير تطلع إنه شو رح يكون أفكاره وممارسته حدا أنشط من الثاني حين هايك هايدي الساعة هاي أكبر دليلة توعي بحزب في لبنان لأنه وقت عندك آلاف آلاف بقولوا إنه يخي مثل ما عم تصير الممارسة هلأ سليمة لماذا نجي يعني يلتقى ونورمال كان أنا بيرأي يلتقى ناس تترشح على الرئاس وعني يبت الرئاس أنا بأعتقد هيدا بدل إنه التواصل الساير مع المحاذبين لدرجة جيد إنه هني على الطلاع عن الورشة اللي عم بتصير وبالدنياها تصير وبالدنياها تنعمل لأنه بالآخر ما حدا منها باقي إلى أبد الأبدين اللي بيبقى هي عن جد تبقى هالمؤسسة واللي بيبقى هو تضحيات الشهداء تبعنا المصابين تبعنا والأهم تضحيات الناس يلي نحنا لو ما من منها موجودين مذكراتك أمتين ممكن تنشار ما فيها لك بس فيها حاطت براسك تاريخ ما لعلاقة بالتاريخ قد ما لعلاقة بيقدي بتعمل عدوات وردة فعل ما لعلاقة في بالقوة مش عدوات شو الهدف من المذكرات الهدف من المذكرات إنه نعرف ماذا حدث حقيقة ما لأنه أنا يعني سئب إنه كل ما كان يعني جبهة وقويت وبهالمجتمع عنا وكنيسة إنه أنا معيش يعني مش عم بحكي عن شغلي جيت لأعمل مذكرات أنا عم بحكي عن محضر عم بحكي عن اتصال عم بحكي يعني كله موثق سؤال هو بيطرح حاله أنت شو الهدف أنت الهدف تخدم حدا تضرب حدا أو تخدم قبيتك كوعي أنا بدي أخدم وما بدي أعمل دقة واضح بسئلك دير الأمر شو بتحط حدا دير الأمر شو بحط حدا الأكسجين والجزور بذات الوقت يعني الواحد ما في يطلع من جزوره وأنا بالنسبة إلي المتنفس يعني بطلع كل نهاية أسبوع عن جد بتعطيني إذا بدك هال الأكسجين لقدر كفه كمان سؤال افتراضي وأكيد بعد عمر طويل إن شاء الله طويل كتير عندما يرحل جورج عدوين إذا حدا بدي يكتب مقال عنك يختصر سيرتك كله بعنوان رحل الرجل الذي كمل للعنوان صعب الواحد يحكي عن حاله وما بحب لحلك ليه كل إنسان منه بس ما فيه هيك عبارة تختصر كل إنسان منه بيفكر بطريقة بحاله أنا برأي اللازم يكتب هو الآخرين محالة للآخرين هني يقيموا بشو أكبر تطحية دفعتها بكل هالمسيرة تزوجت السياسة وولادك كان السياسة سيد داني خليني أقول لك أخدتك سياسة كتير بالحرب كل شيء أنا خينيقول ما بدي أقول السياسة بدي أقول قضيتي والشأن العام فيه فرق كبير يعني السياسة سياسة يمكن شي بشعب لبنان بس بشعب يعني السعي لتوصل الموقع أو لتمثل أنا بدي أقول قضيتي والشأن العام لأو أنه راب من بعض شو الدحية اللي تفعتها التطحية اللي تفعتها كرميلون أنا هو بالنسبة إلي كل شيء وبالتالي كل شيء قضيتي هي كل شيء وبالتالي امتحكي عن كل شيء ما بقى تحكي عن شيء آخر تصغر كل الأشياء سيد جواردوين شكرا لك حوار أمتع دايما وأكيد هندوين على مرحلة كتير قصيرة حكونا لنا حوار موسع بعد النشر المذكرات الله يساعدنا عليك شكرا اتمنشي إلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة